موسيقى رئيس تونس يعتبر أن شرعية حكومة الوفاق في ليبيا شرعية مؤقتة وقائمة على الشرعية الدولية رئيس بولماني تونس يرى أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا وأن الحرب التي تقع هناك كأنها تقع في بلده قيس سعيد في مواجهة راشد الغنوشي وليبيا مجرد ملف واحد فقط لصراع نفوذ وبين شاسع ما بين الرجلين يرى البعض أن النظام السياسي الذي كرسه دستور 2014 هو المتسبب الرئيسي في تأجيجه ما بين سعيد والغنوشي كيف تتأثر حياة التونسيين هذه نقطة حوار جديدة أنا محمد عبد الحميد وسائل الاتصال هي المعتادة على الهاتف 004420-3162022 على bbc.com على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك أو صفحة شخصية على تويتر أثم أبد الحميد بي بي سي أغلب المشاركات التي جاءتنا اليوم ربما تأتي في سياق العنوان الرئيسي والذي يمثل مدخلا منطقيا للحوار ويلخص السؤال حول كيف تتأثر حياة التونسيين بالخلاف القائم ما بين الرئيس وما بين حركة النهضة في هذا السياق أسامة بعث لنا وقال قناعة أن الشعب التونسي لن يتأثر ذلك التأثير الدامي الذي يعاني منه شعوب دول فاشستان المجاورة فالديمقراطية وفقا أسامة في تونس كفيلة بالسلم الاجتماعي ما بين قطبي المجتمع جواد أبو علاء كتب لنا وقال بالتأكيد تأثير هذه الخلافات سيكون سلبيا على طرفي الأزمة وكذلك على الشعب التونسي الذي ينشد السلام والاستقرار في ربوع بلاده بالتأكيد ليس أسامة أو جواد فقط ولكن سنستعرض الكثير من الأراء التي وردت إلينا أونلاين لكن أيضا أرحب بعدد من المتصلين أبو محمد أبو بكر ونجاة أهلا بكم جميعا أبدأ مع نجاة تتحدث من تونس يا نجاة أهلا وسهلا هل لدينا خلاف حقيقي تعتقد ما بين الرجلين ما الجذور أو طبيعة الخلاف من وجهة نظرك شكرا جزيلا شكرا لكل شكرا لقناة بي بي سي نحن في تونس في نظام شبه برلمان والسلطة هي الأقوى التي يجب احترامها بأن الصراع بين حركة النهضة ورئيسة الجمهورية غير موجودة على الأرض الواقع غير أن ما يحصل الآن هو تكتيكات مفاوضات سياسية التي سبق تشكيل حكومة والتي تحاور فيها كل أطراف الخروج بأكثر نقاط لفائدتها بمعنى ماذا؟ يعني ما الذي قد يقود إليه هذا الخلاف؟ وكيف يمكن أن يفيد هذه المفاوضات السياسية؟ المفاوضات السياسية هي داخلية في رعما بين الأحزاب ومن الرئيس الجمهورية أما حركة النهضة الآن تريد أن ترد الفعل وتثبت أنها رقم سعيف معادل السياسية خاصة بعد أن خذلتها في حكومة الجمهور ألا يمكن أن نقول أن الحركة لها وزن بالفعل في أشارع تونس؟ لماذا تحتاج إلى هذه المفاوضات أو هذه الأوراق السياسية كي تلعب بها الآن؟ حركة النهضة هي الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والذي فشرت في ثمراء حكومة الحبيب الجمهوري في البرلمان وتريد أن تشرك حركة النهضة حزب قلب تونس المشاورات وشكلة الحكومة التي يجب أن تكون وفق تعيراتها وحكومة وحدة وطنية إنما تحضيرك حركة النهضة تأتي رد على خيارة رئيس الجمهورية المكلف من قبلة الحكومة قائص السعيد أنا أشكرك يا نجاد شكرا جزيلا على المشاركة معي اليوم ما زال هناك متصلين كثير لكن أرحب بضيفي عبر خدمة سكايب من تونس الأستاذ مجدي بوذينة عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر يا سيد مجدي أهلا بحضرتك نجاد ترى أنه لا خلاف حقيقي ما بين حركة النهضة أو راشد الغنوشي وما بين المؤسسة الرئاسية إذا وضعنا ما قالته في سياق التصريحات التي تكاد تكون متضادة بشأن ليبيا كيف نفسرها؟ أصلا نحن لا نفهم وكننا عبرنا عن ذلك سابقا كيف يتصرف راشد الغنوشي بوصفه رئيس للبرلمان وكيف أجرى اتصالات مع فائز السراج وكيف يتدخل في الشؤون الخارجية للدول الشقيقة والصديقة كنا نددنا بذلك كنا قدمنا لائحة لتجريم أو للتنديد بهذا التدخل أو أي تدخل أجنبي في الشقيقة ليبيا بوصفها دولة شقيقة عزيزة على قلوب التونسيين امتدادنا التاريخي والحضاري والديني والمجتمعي وكله يعني يصب في خانة واحدة كنا رفضنا كل ذلك السياسة الخارجية اليوم هي من صلاحيات رئيس الدولة ورئيسة الجمهورية وذلك طبقا للدستور وبمفهوم القانون اليوم نلاحظ هذه هي ديمقراطية الأخوان ديمقراطية تصب إلا في مصالحهم يعني يفهمونها كما يشاءون ويستغنون عنها متى شاءوا عن ذلك منظرهم سيد قدب كان قال أن الوطن بالنسبة إليهم هو حفنة تراب النتن طيب بس هل معنى ذلك أن رئيس البرلمان اللي هو رئيس البرلمان نحن نتحدث عن مجرد رئيس حركة النهضة نحن نتحدث عن رئيس البرلمان لا يحق له أن يدلي بتصليحات تتعلق بأمور سياسية إطلاقا لا يحق له ذلك بمفهوم العلاقات الخارجية ليس له أن يدلي بأي بيان أو أي تصريح يخص البرلمان التونسي لأنه بذلك وضع كل البرلمان وكل الحساسيات تحت وصايته ونحن لم نعطيه ذلك تفويض نحن العديد من النواب فوضوه فقط لإدارة البرلمان التونسي إداريا وقانونيا وليس له الحق في إصدار لا بيانات ولا اتخاذ مواقف بشهن دول صديقة أو أي كانت من الدول بس هو ربما لجأ إلى ذلك أو كما يقول البعض أستاذ مجدي عندما خرجت التصليحات الرسمية وفقا لكثيرين عن المتوقع بمعنى أن تونس يفترض أنها على الحياد أو تقول أنها على الحياد تونس يفترض أنها معترفة أصلا بالحكومة المعترف بها دوليا حكومة ترابلوس ومع ذلك خرج الرئيس وقال أن هذه الحكومة ربما تكون شرعية بشكل مؤقت ليس إلا فاحتاج الأمر إلى تصويب نحن كما قلنا ونوعيد نحن لا نتدخل في شؤون الدول هذا كانت سياستنا ومنهجنا منذ الاستقلال إلى اليوم لا نتدخل منهجنا كان دائما الحياد لا نسمح لأنه لأنفسنا ما قال الرئيس قيس سعايد ألم يكن تدخلا يعني عندما يقول أن الحكومة المعترف بها دوليا هي مجرد حكومة شرعية بشكل مؤقت قيس سعايد أعطى من وجهة نظره طبعا لأنه حتى اتفاق الصخيرات يعطي الشرعية للحكومة السراج يجب للسراج أن يأخذ شرعيته من برلمان طبرق وعليه مع ذلك الشرعية لم تكن موجودة 100% طبعا ولذلك بقيت هذه الشرعية النسبية مع كل تطورات التي نجدها على الأرض مع تطورات التي أخذها البرلمان العربي الذي ندد بالتدخل الخارجي في ليبيا يعني كل هذه التطورات تجعل من موقف قيس سعايد يعني طبعا هو موقف يلزم الدولة التونسية قد لا نتوافق معه 100% لكننا اليوم صلبة مؤسسة صلبة مؤسسة الجمهورية التونسية ورئاسة الجمهورية التونسية لا نستطيع إلا أن نأخذ هذا التصريح دعنا ننتقل لنعكاس هذا التصريح لأن هذا هو المهم الآن ليس التصريح في حد ذاته فيما يخص ليبيا ولكن ما دلالته هل نحن أمام انقسام حقيقي تعتقد ما بين المؤسستين وربما حتى حرب إثبات القوة ما بين الهيكلين الانقسام موجود منذ اليوم الأول الذي دخلنا فيه البرلمان يعني لنا لاحظنا ونلاحظ كل يوم وأن راشد الغنوشي يسعى إلى الاستقواء تقريبا بحلفائه الذين يعول عليهم اليوم في البرلمان وفي اتلاف الحكومي يسعى إلى تنازع صلاحيات مع رئيس الجمهورية كنا نلاحظ يوميا لقاءات بالسفراء صلبة البرلمان يوميا اتصالات أجر اتصالات سرية مع رئيس دولة أجنبية هنأ فائز السراج في معركة انتصار فيها يعني كل ذلك هو تنازع للصلاحيات مع رئيس الدولة طبعا ما هكذا تدار الأمور وما هكذا تستطيع تونس الخروج من نفق هذا كله من شأنه أن يعكر الحالة الاجتماعية التي يعيشها الشعب التونسي الطرف الآخر يوصد مجدي يواجه ذات الاتهامات فكرة الاستقواء بأطراف خارجية سأعود لهذه النقطة مع حضرتك لكن خليني أسمع أبو محمد أرجوك هو تونسي لكن متواجد في قطر أبو محمد أهلا وسهلا هل الخلاف ما بين المؤسستين أبرزته ليبيا الآن بشكل أساسي وما أفق هذا الخلاف من وجهة نظرك أبو محمد أهلين سلام عليكم عليكم السلام يا عزيزي أهلا وسهلا تفضل مشكورين جدا مشكورين شوف أستاذنا أول شي أنا نقول يعني من المفروض عمنا ثلاثة رئاسات حكمنا في تونس الشبه برلماني المعدل أو شبه رئاسة المعدل هو يفرض علينا أن يكون عمنا ثلاثة رئاسات يعني هناك تريانجل والمفروض يكون المنتجمين في جميع القارات الداخلية والاستراتيجيات الخارجية وهمهم يكون الاقتصاد التونسي وكيفية النهوض بالاقتصاد التونسي ولكن ما يظهر الحين ويتجلى للجمهور والمواطنين سواء داخلين أو خارجين هو تأثر بالقوال الإقليمية الخارجية وأعتقد أن القوال الإقليمية الخارجية دايما ما تضع بيضها كله في فلة واحدة وأعتقد أن قيس سعيد رغم أنه كانت لدينا فيقة كبيرة فيه والخطابات الرنانة والكلمات مثل خيانة عظمة وغيرها 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 جعلت من شعب التونس يتجاه في اتجاه واحد ولكن الآن بدت تنكشف الصورة الحقيقية وأعتقد أنه البيضة التي أخفاها النظام الفرنسي في تونس لكي تنكشف حليل لأنه منطقيا راشد الغنوشي بما ينطلقه من علاقات دولية ودبلوماسية له خطاة ثقيلة جدا جيد لكن هذه الخطاة يتخطى بها صلاحياته كذلك كما استمعت إلى ضيفي هو تجاوز اختصاصاته السياسة الخارجية هي من اختصاصات الرئيس بالمقام الأول هذا أولا ثانيا فكرة الاتهام بالصلاة أو العقاة الخارجية أول من يوجه له هذا الاتهام هو الغنوشي نفسه بعلاقات سواء مع تركيا أو مع قطر أستاذنا أول شيء في فاصلة بالنسبة للحزب الدستوري الحر وممثله لا يمكن أن يعطونا دروس في الديمقراطية والعلاقات الخارجية لأنهم لم يكونوا منها ولا يؤمنوا بالدستور الذي وصله من البرلمين هذه نقطة ونرجع لموضوعنا الأساسي موضوعنا الأساسي من المفروض يكون في تناسق بين الرئاسات الثلاث في جميع التوجهات أحنا كتونسيين همنا الأساسي اقتصادي والآن عندما نقول لا نتدخل في الدول لا نحن لا نتدخل في الدول ولكن ليبيا هذه وجهتنا هذا بعضنا الاستراتيجي هذا بعضنا يعني غادلنا إن شاء الله تركيا رح تكون عندها أسواق أسواق رح تحتلها كلها في ليبيا نحن ماذا سنفعل حدودنا المباشرة مع ليبيا اقتصادنا من المفروض تكون هذه رؤيتنا رؤيتنا الاقتصاد مفروض تونس يعني ليبيا تونس الجزائر هي وحدة والمغرب موريطانيا مصر السودان هذه يعني مفروض تكون في وحدة الآن يعني هنا ناس تنساخ وراء السيسيو وراء أردوغان وراء مش عارف مين يعني هذه كلها موهاترات طيب يعني واضح من حديثك أن جميع الأطراف تتساوى فكرة الاستعانة بأطراف خارجية وهذه النقطة سأبحث فيها ربما حتى لاحقا يا أبو محمد لكن خليني أسمع أبو بكر سريعا قبل أن نعود إلى ضيف مرة أخرى يا أبو بكر السلام عليكم ورحمة الله عليكم سلامي عزيزي فضل أهلا يا أخي أبي حبيد والله يا أخي أبي حبيد والله يستطيع أقرب الباليبل والفوضة في تونس تور التونس تأخذها في تلك الفحة في 56 يعني ألف وهي في الجانوب خطم في الجانوب الفقر وعادي التطور يعني أنا أرى أن هنا تافيئة معينة من البرمانيين والذين يحكمون تونس ضد ضد كل تغيير خاصة من الإسلاميين خاصة من الإسلاميين يعني يعني أنها تجربة في حالة تجربة في السلسل في مصر تجربة في سلسل في تونس هم لا يريدون هذا الحزب مإطلاقا ومشاكل والمصائب فالغنوش يعني هنا ما يصرح لو صرحوا هم هل يستطيع القناة يعني يقول لهم لا تصرحوا يعني يعني لاحظ لاحظ يعني هنا كيلبين كيرين يعني يعني يفعلون ما يشعون يتصرفون ما يشعون يسنون قوانين خاطئة جدا في أمور كثيرة طيب أبو بكر أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجدي كنت أتحدث عن فكرة التدخلات الخارجية أو الإقليمية وبعض الأصوات خاصة الأصوات الشابة ترى أن جزء مما يحدث هو أيضا ما يسمى الثورة المضادة التي هي مدعومة هي الأخرى بالكثير من الأطراف الإقليمية يشيرون كثيرا لبعض الأطراف مثل الإمارات مثلا وأن الأمر بمجمالة كما استمعت حتى على الهاتف هو محاولة استهداف الإسلاميين ليس إلا نحن بالنسبة إلينا كنا صرحنا وقلنا عديد المرات أننا ضد سياسة المحاول يعني بوصلتنا الوحيدة هي الوطن هي تونس وهي الشعب التونسي بالنسبة إلينا حركة الأخوان في فضع تونس تعاملها مع المحاول ومع الدول الأجنبية واضح وبائل للعيان وهم لا ينفون ذلك ممثل في دول عديدة وتنظيمات حتى تنظيمات إقليمية وإرهابية وغيرها ونحن ننفي أي تعامل مع أي دول خارجية وبالنسبة إليهم كنا تحدينهم سابقا أن كل أجهزة الدولة تحت سلطتهم اليوم وإذا اكتشفوا أي اتصال أو أي تخابر بالحزب الدستوري الحر مع أي محور أو أي دولة فليتفضلوا وليكشفوا ذلك أما أن يبقوا في كل مرة يكذبون هذه الأكاذيب ولا يأتون بحجج فما عليهم إلا الانصراف نحو نحو العمل ونحو فائدة الصالح التونسي والكف عن كل أي عن أي علاقات من شأنها الإضرار بالدولة التونسية علاقات خاصة مع تنظيم الإخوان الذي اليوم نسعى إلى تصنيفه تصنيفا كتنظيما إرهابيا يعني بالنسبة إلينا كل ذلك وكواسيس المحاور هذه ستتضر بالدولة التونسية وستتضر عليها ستتضرها على امتداد عقود قادمة شكرا جزيلا سيد مجدي بوذينا عضو البرلمانة التونسية عن الحزب الدستوري الحر عبر سكايب من تونس جزيل الشكر ومباشرة أرحب بضيفي التالي عبر الأقمار الصناعية من تونس الدكتور محسن السوداني القيادي وعضو مجلس الشورى لحركة النهضة دكتور محسن أهلا بحضرتك حركة النهضة أو على وجه تحديد السيد راشد الغنوشي متهم بخلق دبلوماسية موازية تضعف المجهد السياسي بالمجمل في البلاد وتضعف الرئيس أيضا هذا الاتهام من الصعب جدا نفيه الآن إذا نظرنا لتصريحاته الأخيرة بشأن ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تحية إلى القناة تحية إلى كل السادة التي يتابعوا فينا هو من الغريب الواقع أن يحمل على رئيس البرلمان أي رئيس برلمان أن يتعاطى مع الشأن التونسي ويتعاطى مع شأن الوطني كما لو كان هو غريب عن تونس هذا من ناحية الأولى من ناحية الثانية ماذا قام به الأستاذ راجل غنوشي ما قام به الأستاذ راجل غنوشي رئيس مجلس النواب الشعب التونسي هو أنه اتصل بحكومة السراج وهي حكومة معطرف بها دولية كل القوانين والتشريعات وكل الدستير لا تمنع ذلك ليس هناك ما يمنع في غياب تام للأسف الشديد لدور الجامعة العربية في هذا المستوى في غياب شديد للأسف الشديد لدور يفترض أن تقوم به الحكومة في علاقة بالوضع الليبي نحن لنا حدود ممتدة على مئة كيلومترات ثم عمق استراتيجي ثم علاقات قرابة ثم مصارح اقتصادية متبادلة هي رئيس اقتصادية بالنسبة إلينا ليبيا علاقتنا بها متطورة جدا عنا أكثر من خمسمائة ألف عامل ينشطون هناك في التراب المحسن لكن المعضلة الآن أن السيد الغنوشي خرج بعد تصريحات الرئيس التي أشار فيها صراحة إلى فكرة أن هذه الحكومة ربما تكون شرعية لكن شرعية بشكل مؤقت مباشرة يخرج الغنوشي ليقول أنها الحكومة الشرعية الوحيدة وكأنه يتحدى التصريحات التي ذكرها الرئيس بالرغم من أن السياسة الخارجية هي من اختصاص المؤسسة الرئاسية وليس البرلمان هنا المعضلة لا هي ليست حكومة شرعية مؤقتة هي ليست حكومة مؤقتة هي حكومة شرعية مطرف مهدولية لكن وجهة نظر حضرتك لا 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 العفو 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 سؤالي ليس في التصريحات حد ذاتها سؤالي أن الرئيس الجمهورية الذي يفترض أن من اختصاصه السياسة الخارجية خرج بتصريح على العلن يحمل مضمون ما رئيس البرلمان بالتبعية بعدها يتحدى التصريح ببساطة وكانه يتحدى سلطة المؤسسة الرئاسية في أمر ليس من اختصاصه أصلا لا ليس في ذلك أي تحدي لسيد رئيس الجمهورية نحن سيد رئيس الجمهورية كنا من الداعمين الرئيسيين له في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ولم يكن موافقين على أن يكون رئيسا لما كنا انتخبناه أصلا ولم نظمنا حاملة انتخابية لسالحي أصلا هذا من ناحية أولى حتى لا نحمل تدخل من طرف المنتظمة الدولي وهي الحكومة الوحيدة المعترف بها من طرف المنتظمة الدولي أن يكون لسيد رئيس الجمهورية موقف آخر ذلك شلء آخر صحيح أن العلاقات الخارجية من اختصاص حصري دستوريا لسيد رئيس الجمهورية هذا مما لا شك فيه ولكن أيضا للبرلمان الحق في أن يتدخل أنا كنت عضو برلمان في الدورة النيابية السابقة لـ 2014 و2019 وكنت في لجنة تدعى سيدي الكريم لجنة العلاقات الخارجية لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وكان دور أساسي ومهم جدا في العلاقات الخارجية ومن المعيب أن نحمل على البرلمان أن تكون له أدوار في الدم المسكين الخارجية بل أكثر من ذلك هناك لجنة متعددة لها أدوار بالأساس خارجية في العلاقات الديبلوماسية هذا جيد لا يختلف عليه أحد لكن المعضلة عندما يتعارض هذا الدورة وهذا التصفيح مع مقاله الرئيس لكن عموما القضية ليست التصفيحات الخاصة بليبيا لكن ما يشير إليه هذا الأمر من الفجوة ما بين المؤسسين الرئيس نفسه لوح أكثر من مرة أن لدينا ما سماه اختراقات أجنبية للمؤسسات السيادية وكثيرون يروا أن هذا التصريح بالأساس يستهدف مؤسسة البرلمان يستهدف راشد الغنوشي ويستهدف علاقته بالإخوان بالمجمل أو بتركيا وقطر على وجه التحديد هو يجب الاعتراف بأن هناك ضعف أو محدودية في التنسيق بين الرئاسات الثلاثة سواء الرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان فيما يتعلق بالشؤون الخارجية صحيح أن الدستور ينص على أن العملية الدبلوماسية هي حصريا للسيد الرئيس الجمهورية ولكن لا ينفي ذلك أن تتدخل المؤسسات الرئاسية الأخرى الثلاث الاثنتين الأخرين أعني بذلك رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان وعندما نتحدث عن رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان فهي مؤسسات دستورية ما في ذلك شك هناك ضعف التنسيق هناك ضعف التشاور أسف شديد نعمل أن يتم تدارك هذا الأمر مستقبلا أما فيما يتعلق بالقول بأن هناك اختراقات للمؤسسة الرسمية التونسية من طرف قوة أجنبية فأعتقد أنه كلام في حقيقة الأمر غير دقيق وغير جدي خلينا نستعمل هذه العبارة هذا ما قالوا الرئيس وليس كلام يعني الرئيس يقول كلام ليس دقيق وليس جدي هذا الكلام ليس دقيق لماذا؟ لأن في حقيقة الأمر المؤسسة التونسية سواء الحكومة أو الرئاسة أو البرلمان هي مؤسسات منبثقة من انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية معترف بها من الجميع هذا لا ينفي أن يكون لها صلاة بجهات خارجية يا دكتور محسن كلها منتخبة لا ينفي أن يكون لها صلاة بجهات خارجية لا بالمطلق لا بالمطلق قد تتقاطع بعض المواقف لسيد رئيس البرلمان أو لبعض الجهات الأخرى مع بعض المواقف الأخرى الإقليمية والدولية لا في ذلك شك ولكن لا يعني بالضرورة أن هناك تنسيق أو اختراق من طرف هذه القوى الإقليمية أو الدولية للمؤسسات التونسية بالمطلق وإلا لكنا في حقيقة الأمر أي موقف يتخذه مسؤول ما في دولة ما يتقاطع مع قوى إقليمية أو دولية أخرى سنقول أن هذا الموقف مخترق لا بالمطلق هذا من ناحية الثانية العلاقات الدولية والإقليمية الآن على قدر من التداخل وعلى قدر من التشابك بحيث أنه يمكن أن تتقاطع بعض المواقف هنا وهناك فتحمل على مدرها والمدر تأثير هذا التقاطع على العلاقة ما بين المستسطين وعلى حياة التونسيين بواجه عام يا دكتور محسن خليني أسأل بعض المتصلين هذا السؤال وأعود لحضرك مرة أخرى نجم الدين من تونس يا نجم الدين أهلا وسهلا هل لدينا خلاف حقيقي ما بين المؤسستين تعتقد وما تأثيره إذا كان موجود على حياة التونسيين أهلا وسهلا أخي محمد هناك تأثير والتأثير قد طفح وبرز خلال مؤتمر مجلس شورى حركة النهضة السبت البارت في الحمامات دعونا نعود إلى بدايات هذا الخلاف ربما بدايات هذا الخلاف عندما سقطت حكومة الحبيب الجملي في البرلمان التونسي بعد انتخابات 2019 ثم الالتجاء إلى حكومة الرئيس أو الالتجاء إلى تأويل الفصل 89 الذي في ظل غياب المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية هو لديه الحق في تأويل ذلك الفصل فأوله بما لا يرضي الطرف المقابل الذي هو رئيس البرلمان وحركة النهضة عندها نشب الخلاف بين مؤسسة البرلمان ومؤسسة أو أقول مؤسسة البرلمان في شخص سيد رشد الغنوشي رئيس البرلمان وحركة النهضة ومؤسسة رئيس الجمهورية في شخص السيد قيد سعيد رئيس الجمهورية هذا الخلاف يعني ربما الضغوطات تأتي من الطرفين جراء نذكر أن أردوغان أتى إلى تونس ولم يأخذ الجواب الذي يريده من التدخل في ليبيا ربما أراد تونس حديقة خلفية لتدخله في ليبيا فكان الرفض من رئيس الجمهورية قاطعا وهو ما جعل السيد رشد الغنوشي رئيس البرلمان تونسي يذهب خلفه إلى تركيا لفهم الوضعية أكثر الخلاف أيضا يبرز في استمالة حكومة سيد رياس الفخفاخ في تقريبا جل مواقفها ودعمها للرئيس قيس سعيد وهو ما جعل تحالف ربما سنشهده في الأيام المقبلة بين قلب تونس وحركة النهضة وإتلاف الكرامة في تشكيل حكومة جديدة وإسقط حكومة رياس الفخفاخ هل يؤثر هذا التجاذب على حياتكم؟ على حياة التونسيين؟ التجاذب ألقى بظلاله في النقاشات العامة في المقاهي في العائلات بين كل الناس التجاذب موجود وهذا النقاش ألقى بظلاله لا أدري أن هذا البلد لا يحتمل وجهة نظر واحدة لا يحتمل رأي واحدة يحتمل البلد تقوم على التعددية وعلى اختلافات بين أشكرا جزيلا على المشاركة معنا اليوم خليني أسمع منال أرجوك منال من تونس في الواقع أريد أن أنطلق من أين انتهى ضيفك السيد محسن عندما قال أنه ليس هناك تدخلات خارجية في الشأن السياسي التونسي إذن عليه في كل تقريبا في كل الجلسات العامة للمجلس النوابلية نحضروها ومشاهدوها تراشق التهم وتبادل التهم وأنت تابع للإمارات وأنت تابع من النوابل موجودين في المجلس وأعتقد أنهم ويعيين باللي يقولوا فيه يعني دام نحكيه على عدم وجود تدخل خارجي لماذا هذه التهم؟ هذه النقطة الأولى ثانيا من الطبيعي جدا أنه التجاذب السياسي أو الأزمة السياسية بين قرطاج وبعدو منذ أن كانت بين قرطاج والقصبة في عهد الباجي قيد السيد الله يرحمه تلقي ذلالها على المجتمع التونسي وعلى الحياة التونسية لأنه نعرف أنه عدم استقرار الحكومي أنه الصراع السياسي في البرلمان اللي في عوض ما نناقشه قوانين تمث مباشرة المواطن التونسي في مثل اقتصاد الثقافة غيره نقشه في لوائح سياسية لنقشه في صراعات وفي علاقات الأحزاب التونسية المفهودة أنها تكون ولائها لتونس لا لغير مع أطراف أجنبية فيما يقص الموضوع الليبي لو سمحت أو ملفت الليبي هو نتفق أنه في كل نظام ديمقراطي في كل الحكومات مؤقتة مش ممكن نحكيه على حكومة يعني دائما في نظام ديمقراطي وإلا ما معنى الديمقراطية الحكومة الليبية أو حكومة سيد السرعش حكومة للوثاق من المعروف كونها منبطقة عن اتفاق الصخيرات شخصية نقرية اتفاق الصخيرات لكله وبالتحديد وأخذ بالذكر الصفل الرابع اللي نقص كون حكومة الوثاق تنتهي صلحويتها إلما بتنظيم انتخابات وطنية ليبية أو مع 17 ديسمبر 2017 كحد أقصى يعني يعيوض 17 ديسمبر 2016 أيهما أقرب يعني أي التاريخين أقرب نعتقد قوم 17 ديسمبر 2016 وبالتالي قول الرئيس أن هي هذه حكومة شرعية لكن شرعية مؤقتة ربما في بعض المنطق بالنسبة لك يا مناير أنا أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة دكتور محسن إلى أين سيقضنا الخلاف تعتقد ما بين المؤسستين لأن البعض يقول أن هذا يضعف البرلمان بداية لدينا بالفعل انشققات كبيرة في البرلمان يضعف الحكومة نفسها ولا يأتي بالخير على الحالة الاقتصادية للبلد بالمجمل يجب أن ينتهي هذا الخلاف أو هذا التباين في وجهات النظر وفي هذه التدخلات سواء في دور سيد رئيس الجمهورية أو دور سيد رئيس البرلمان يجب أن نسرع ما أمكن لتطويق هذا الموضوع حتى لا يتطور أكثر وتكون له تداعيات المساة التونسيون في معاشهم وفي نوع من القلق والتواتر خاصة إذا أحسوا أن هناك قدر من النشاز أو عدم التوافق والتفاهم في أداء مؤسسات الرئاسة الثلاثة ورئاسة دولة أو رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان هذا من ناحية أولى من ناحية ثانية الخطأ أنا أعتقد والإعاقة العميقة العفو على العبارة في الموقف في تونس هو أنه من المفارقة وهذا أمر عجيب في حقيقة أمر يدعو إلى التساؤل ويدعو إلى الحيرة والتعجب هو أنه تم غياب كبير جدا لدور الدولة التونسية دعك من الطرف سواء من يتحمس لي سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان هناك غياب للدورة التونسية في الشأن الليبي كان يفترض على التونسيين كان يفترض على الدولة التونسية بغض الترفع من يتولى هذا الأمر سواء سيد رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان أو بالتعاون المشترك بينهم جميعا كان يفترض أن يؤدوا دورا مهما في الشأن الليبي نحن عنا علاقات توطيدة جدا موثقة وثيقة مع ليبيا الشقيق فلا يعقل بالمطلق أن يكون هناك حالة من الاحتراب أن يكون هناك ملف ساخن وملف يشغل تقريباً من كل القوى الإقليمية والدولية وأن لا تتدخل تونس في هذا الملف التصريحات لا تبدو وكأننا نتحدث عن تونس واحدة يا دكتور تصريحات التي خرجت من أساس الرئاسة يجب الإقرار بهذا أمر نحترف كماماً عن التصريحات التي خرجت من رئيس البرلمانية نرجوك لحضرك شكراً جزيلاً الدكتور محسن السوداني القيادة وعضو مجلس الشورى لحركة النهضة كان معي من تونس جزيل الشكر على المشاركة سؤالنا اليوم كان يتحدث عن التأثير هذه الخلافات التي نرصدها داخل تونس على حياة التونسيين أنفسهم ومن أجل هذا السؤال انهالت علينا الكثير من المشاركات أحمد شيخنا بعث إلينا وقال أعتقد أن المناعة المدنية ومستوى الوعي الذي وصلت إليه تونس سيدفى أحد الأطراف لتعديل مصاره حفاظاً على المصارى الديمقراطي الذي أنجزته البلاد محمد غربي يرى أن الاشتباك بين أطراف المشهد السياسي في تونس ليس بجديد وأصبح شبه يومي تقريباً حتى أن الشعب وفقاً لمحمد اعتاد عليها أما مبارك فيقول ما يحدث ما بين قيس سعيد والغنوشي ليس اختلافاً وإنما هو خلاف عادي يعني رأي ورأي آخر أما دور الأطراف الإقليمية فيما تشهده تونس من خلافات سياسية خاصة دور تركيا والإمارات على وجه التحديد عدد من المشاركين بعث إلينا لكي يلقي بوجه نظره عن هذه النقطة بكيل مثلاً بعث في تغريدة وقال دور القوى الإقليمية في تونس سيكون مقيداً وذلك لوعي القيادات السياسية فيها أما رعب فقالت أو قال لا الإمارات ولا تركيا تستطيع تفكيك تونس بالمجمل البلد الديمقراطي والنموذج العربي الذي اختار الطريق الصحيح تونس وفقاً لرعد لن تنجر وراء هذه الأوهام ولا ما تفعله الإمارات أو تركيا في شق نسيج الشعب أبو نور يقول تركيا وقطر من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى جعلوا من المنطقة العربية ميداناً يصلون ويجولون وما من رضع أما أحمد الرجيبي فيقول رئيس التونسي عليه قيادة تونس إلى بر الأمان بحتوى الجميع والاهتمام بالمواطن بعيداً عن التجاذبات السياسية ما بين الإخوان وما بين حزب بن علي أخر رأيي نور الدين يقول احترام اختيارات الشعب التونسي في وادي وخطط محمد بن زايد وتدمير الشعب التونسي في وادي أخر نور آخر التي سأعرضها أنا بشكل شخصي في البرنامج مما جاءنا أونلاين لكن المجال مفتوح طبعاً خصوصاً أونلاين على مدار الساعة لكي تعبروا عن رأيكم الآن نتحول مرة أخرى إلى تونس عبر الأقمار الصناعية ومن هناك أرحب بضعيفة دكتور أحمد إدريس رئيس مركز أدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة يا دكتور أحمد أهلاً بحضرتك خلال الحلقة ربما استمعنا للكثير من وجهات النظر وتصل أحياناً إلى حد النقيد لكن دعنا نبدأ من المدخل من ليبيا على وجه التحديد والتصريحات التي جاءت بشأنها هل نحن أمام مجرد تصريحات عابرة أم إشارة لخلافات أعمق بكثير ما بين المؤسستين هناك طبعاً فهم مختلف للمؤسستين ولأطراف أخرى عديدة في تونس للمسألة الليبية وللخلاف الليبي وللدورة التونسية في ليبيا وهذا يعود إلى عدة سنوات قبل التشكيل الحاكم اليوم وتونس كانت دائماً تريد الوقوف على خط فاصل ومسافة واحدة لجميع الأطراف في ليبيا وكانت دائماً تسعى إلى عدم الخوض في الصراع الليبي مباشرة ولكننا اليوم نراحظ بأن الأطراف السياسية الحاكمة سواء في رئاسة الجمهورية أو في رئاسة البرلمان أو في الحزب الأول في البرلمان هناك تمشي نحو أو نزع نحو الدخول في الشأن الليبي وأن يكون لي تونس موقف من الشأن الليبي وفي الحقيقة كثير من الملاحظين يرون أن في ذلك ربما خطر على تونس لأن التدخل في الشأن الليبي واتخاذ مواقف صريحة وصارمة بشأن الصراع الليبي سوف يعتبر اصطفافاً لهذا الشق أو ذاك في ليبيا واعترافاً ربما بشرعية غير الشرعية التي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة حتى وأن كانت هذه الأخيرة تعتبر بأن هناك شرعية الحكومة وشرعية البرلمان ولكن بصرف النظر عن فحوة التصريحات نفسها دكتور الطريقة التي خرجت بها التصريحات وكمية التضاب ما بين وجتين نظر جعل البعض يرى أن الأمر وصل ربما إلى حد التناطح ما بين المؤسستين على ليبيا صحيح لكن هي ليست المرة الأولى التي نرى الإثمين على طرفين قيد نعم وهذا بصراحة وبدون أن يقوم أي طرف بالتغطية على هذا الصراع صحيح أن الطرفين يقولون بأن ليس هناك صراع وأن هناك تمشي موحد ولكن في كل التصريحات هي تصريحات متضاربة وتصريحات تدافع عن مواقف مختلفة وبالتالي من المؤكد أن هناك صراعا بين المؤسستين وخاصة بين مؤسسة رئيس الرئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان هل ذلك دكتور يعود إلى أن أحد المؤسستين تريد أن تهمش المؤسسة الأخرى ولا كما يقول البعض أن النظام السياسي أصلا الموجود الآن هو النظام هاجين منذ دستور 2014 ربما كانت التوليفة التي خرجت لا تسمح لا بنظام برلماني صرف ولا بنظام رئاسي صرف وبالتالي فكرة الحدود الفاصلة بين السلطات أعطت هذه المساحة صحيح 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 يعني هناك مناطق رمادية في الدستور تسمح بأن لا تلتزم أو تسمح للمؤسسات بأن لا تلتزم حرفيا بما ربما كان يعبر عنه روح الدستور عندما صيغة من طرف المؤسسين فالقراءة اليوم تتأثر بالشخصيات وتتأثر بالرغبة كذلك في التواجد وفي مسارعة الآخر على السلطة وعلى التواجد على رأس هذه السلطة فمناطق هذه المناطق الرمادية تسمح في بعض الأحيان لرئيس الجمهورية إذا كانت له القدرة على ذلك القدرة السياسية والحزام السياسي الكافي بأن يترأس فعلا الدولة كما هي الشاكلة بالنسبة للرئيس السابق المرحوم واليوم يعني الرئيس الجمهوري ليس له هذا الحزام السياسي وبالتالي من يعتبر بأن له الحزام السياسي الكافي والقدرة السياسية الكافية فيريد أن يتزعم المشهد السياسي ويريد أن يفرض نفسه كالأقوى على الساحة كيف سيعفت ذلك على المشهد السياسي وعلى حياة التونسيين أيضا يا دكتور سأبحث مع حضرتك في هذه النقطة لكن خليني أخذ بعض الاتصالات الهاتفية لأن صار لهم وقت كبير معنا بن أحمد تونسي لكن مقيم في الولايات المتحدة في واشنطن تحديدا بن أحمد أهلا وسهلا أهلا مرحبا أهلا وسهلا هل نحن أمام خلاف حقيقي تعتقن ما بين المؤسستين ما أبعاده وكيف يؤثر على حياة الناس في تونس هو الخلاف مفتعل حسب رأيي لخلاف محدثة أمام مفتعل وهذا ليس بغريب على راشد الغنوشي لأنه في الأصل راشد الغنوشي إنسان منتح الصفة أولا منتح الصفة أنه يتكلم باسم السياسة الخارجية التونسية وهذا حسب الدستور وحسب أخلاقيات ما شكناها ما بعد 2014 أنه في عهد الباجي كان الوحيد لتداخل السياسة الخارجية ثانيا هو السيدة دايي منتح الصفة حتى منتح الصفة أنه شيخا ولا يملك المؤاهلات العلمية ليكون شيخا هذه النقطة الوصحة في مسألة الداخل نعم سيدي هو ستعود بالوباء على تونس هذه التدخلات وخاصة تدخلات الإخوان في الشأن الليبي والاستفاف وراء تركيا ودولة قطر هو بالأكيد سيعود إما لتصدير الأزمة الليبية داخل تونس وداخل تونسي خاصة وأن الجلل الجنوب يعني ليس مستقرا لا اجتماعيا ولا سياسيا وهذا بالتأكيد سيكون عنده انعكاس خطير بس هل المعضلة فقط في ليبيا أم أن حتى إذا توحدت وجهات النظر حول الصراع في ليبيا هناك الكثير بالفعل من الشقاق ما بين المؤسستين وحتى في داخل كل مؤسسة وحتى في مؤسسة الحكومة نفسها صحيح أستاذ لأنه الدستور كما قلت دستور هاجين وشكرا على الملاحظة ثاني شيء هو غياب التجربة السياسية عند رئيس الجمهورية وهذا الفاعل اللي تلعب عليه حركة الأخوان في تونس صحيح وهذا معترف به أن الرئيس لا يملك الخبرة السياسية الحزام السياسي له أحد من الحزام السياسي الحزام السياسي قوي وهو شعب هو منتخب رغم لا أتفق مع في البيتاتين والنقاط لكن منتخب بثلاثة مليون فاصل لذلك فهو رئيس له حزاما شعبيا قوي أنا أشكرك شكرا جزيلا بن أحمد على المشاركة فرج ليبي لكن مقيم في تونس يفرج أهلا وسهلا الجميع ربما يتناحر على الموقف السياسي من ليبيا هل ليبيا هي المعضلة من وجهة نظرك؟ لا أعتقد أن ليبيا هي المعضلة بالنسبة للموقف التونسي ولكن ليبيا تسكل بوابة أو تشكل عقبة في عملية أن ينفرد أحد القوى الموجودة الآن في المشهد التونسي رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان في هذا الصراع صراع النفوذ صراع إثبات القوى على المشهد التونسي ليبيا من أشك فيه قريبة جدا لتونس تشكل سياسيا مربع مهم وخط أساسي في الخارض السياسة التونسية وما حدث من تضارب في تصريحات رئيس الجمهورية وتصريحات رئيس البرلمان تبين أهمية ليبيا بالنسبة للسياسة الخارجية التونسية ولكن أعتقد أن ما يحدث هو صراع نفوذ رئيس البرلمان يريد يقول أن أنا رجل تونس الأوحد سيد رئيس قيس عيد ورئيس الرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان رجل الغنوشي يريد يقول أن أنا من يسير العملية في تونس وأعتقد أن الشخصين يسيرين في خاطين متضاربين الآن فيما يتعلق بليبيا رجل الغنوشي المشك فيه يحاول ويضفي صبغة شرعية للحكومة المتواجدة في طرابلس حكومة فايز السراج والتي تعتبر حكومة طرابلس للغرب وليس حكومة ليبيا أنا أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة فرج دكتور أحمد كيف سيؤثر كل ذلك على حياة التونسيين يعني تأثير هذا الاختلاف أو التجادبات إذا لم نصل إلى مرحلة التناخر على الحياة اليومية على الوضع الاقتصادي على القرارات السياسية حتى طبعا سلبيا ولكن في نفس الوقت قد لا يكون له تأثير أصلا لأن اهتمامات التونسي اليوم تتجاوز هذه الصراعات السياسية التي يعتبر نفسه غريبا عنها ولا تهمه ما يهم التونسي اليوم هو معيشته اليومية خاصة أنها تأثرت بعد أثناء الأزمة العالمية حول الكوفيد-19 وبالتالي فانتظاراته وأن تتحسن حياته اليومية ولا أن يشهد صراعا على رأس السلطة كما قلت صراعا لا يهمه اليوم الحكومة مدعوة إلى أن تجد الحلول وبسرعة ولكنها حكومة ضعيفة أو تعرف نوع من الإضعاف من يوم إلى آخر بما أن سندها البرلماني أصبح مشتتا وهي لا تتمتع بهذا السند فقط لها شرعية تتمثل في كونها سندها رئيس الجمهورية في البداية عندما كان هذا الأخير على نفس الخط مع الأغلبية الحاكمة ولكن هذه الصراعات اليوم تضعف الحكومة والحكومة تصبح عاجزة على اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤثر على حياة التونسي وقريبا جدا وإذا أضفنا إلى ذلك الشبهات التي تعتري رئيس الحكومة وربما قد يقول ذلك إلى سحب الثقة منه أو تغيره معنى هذا أن الحياة اليومية لن تتغير ولن تشهد أي تغير وبالتالي خيبة الأمل في الفاعل السياسي سوف تتواصل وهذه التي أفرزت نتيجة الانتخابات الأخيرة هذا على المستوى المحلي إن كانت انتخابات رئاسية أو انتخابات البرلمانية هذا على المستوى المحلي لكن البعض يربط ذلك بالمستوى الإقليمي أيضا وأن كل طرف له بعض الحلفاء ربما على المستوى الإقليمي يحاولون أن يسيطروا على توجهه السياسي وطريقة التي تدار بها البلاد صحيح لكن أيضا يحاولون أن يؤثروا على الاقتصاد أيضا وبالتالي الاقتصادي يمكن أن يكون بوابة لتحكم في الرأي السياسي كذلك صحيح يعني دون أن ننفي محاولات عديدة منذ سنوات لتدخلات إقليمية وخارجية لتفرز مشهد سياسي معين وتفرز مشهد سياسي معين ولكن في نفس الوقت حياة التونسي لم تتأثر بهذه التدخلات هم التونسي اليوم هو كيفية تصرف القوى السياسية الناشطة على الساحة بقطع نظر على التدخلات الخارجية التونسي يقرأ طبعا هذه التدخلات ويصرفها في الحاضر وربما في المستقبل ولكنها لا تؤثر على حياته اليومية اليوم هو يرى فقط صراعا على السلطة صراعا على التموقع كل الأطراف السياسية تتخوف من المستقبل لأنها عانت في السابق وتعلم جيدا بأن سيطرة طرف واحد ربما يؤدي بها إلى التهميش والإقصاء فهي تتصارع من أجل البقاء ولكن في نفس الوقت هي غير قادرة على تلبية حاجات التونسي اليوم وخاصة بعد الأزمة الصحية فالجميع مهدد اليوم والموجة قد تمس بالجميع من أقوى حزب إلى أضعف حزب صحيح أن أطراف خارجية تحاول أن تستغل هذه الفرصة لتقوية هذا الطرف أو ذاك وهذا لا يشكك فيه أحد فقط هو عدم تشكيك وفي نفس الوقت ليس هناك ما يثبت هذه التدخلات ولا أحد باستطاعته اليوم أن يثبت هذه التدخلات بشكل يجعل من القضاء بإمكانه أن يتدخل وأن يقصيها طرفا سياسيا وللأسف مازال مع اتصال هاتي في آخر يا دكتور أحمد أذهب إليه وأعود لحضرتك في الزيارة أخيرة أسعد من تونس يا أسعد اتفضل اترح وجهة نظرك السلام عليكم عليكم السلام سحر لك ولكل المشاهدين عندك سؤال معين أو أتكلم بسفة عامة السؤال عن التصريحات الأخيرة من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة عن ليبيا ودلالات هذه التصريحات هل لدينا شقاق فعلا ما بين الطرفين تقصد رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة أفدهم تقصد رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان نعم لا أعتقد ذلك لأنه صحيح هما يعني من الشخصيات المهمة جدا والقيادية في البلاد ولا أعتقد أن هناك شقاق ربما بين الشخصين ولكن هناك ربما اختلافات بسيطة جدا أنت تعلم جيدا سيدي أن الشخصين تقابلان بسفة دورية لتبادل وجهات النظر وهناك تفاعم جيد جدا بينهم ولا يوجد اختلاف حول الموضوع في ليبيا رئيس الجمهورية قد تحدث منذ أيام في محطة تلفزيونية فرنسية وقال أنه مع الشرعية الدولية صحيح هو أبدى رأيه وقد نختلف معه ونتفق ولكنه يؤكد أنه مع الشرعية في ليبيا وهي بطبيعة الحال لحكومة الجفاف الليبيا وقطعا هو رئيس قايصايد هو ضد الإنقلابات العسكرية وضد الحصول على السلطة بالقوة وبالإنقلاب وإلى ما ذلك وهذا ما تتفقه معه حركة نهر تماما طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا يا أسعد على المشاركة دكتور أحمد هل يمكن أن يتم احتواء هذا الخلاف بأنه يؤثر على المؤسستين وعلى بقية المؤسستات الموجودة في الدولة حتى مثل الحكومة كيف يمكن بالأحرى احتواء هذا الخلاف يعني طبعا بالرجوع إلى الدستور والقواعد التي تحكم العلاقة بين السلطة في تونس بس بالتبعية هل يجب أن نغير الدستور إذن أو حتى نغير النظام الحاكم لأننا لدينا دعوات إما يكون لدينا نظام رئاسي صرف أو نظام برلماني صرف وليس هذا النظام الهجين ليس بالضرورة ليس بالضرورة لأن هذا الشكل من الأنظمة موجود في العالم وعدده يفوق بكثير عدد الأنظمة الرئاسية الصرفة أو الأنظمة البرلمانية الصرفة فهو نظام تتحكم فيه عوامل داخلية ويجد توازناته فيه التوازنات السياسية الداخلية صحيح أنها مؤثرة ومعطلة جدا في بعض الأحيان عندما يكون في بداياته ويحتاج إلى تمحيص وإلى توازن بين أهاته السلطان هل أثبت نجاح هذا النظام في تولس؟ طبعا هو لم تكن له الفرصة لكي يعبر عن نجاحه بشكل دقيق لأن في كل مرة التوازنات تختلف من رئيس له شرعية شعبية ولكن ليس له سند سياسي قوي إلى الرئيس كانت له سند سياسي قوي ولكنه كان في خلاف مع طرف سياسي له وزنه الكبير فالأشكال كله في خلق هذه التوازنات وفي احترام قواعد الدستور بشكل حرفي بما يضمن له الاستمرارية أما أن نشكك فيه وأن نشكك في التوازناته دون أن نختبرها إلى الحد الأقصى ونريد أن نغيرها بهذا الشكل السريع فمعنى ذلك أننا سوف نمر إلى نظام آخر هجين قد لا يعطي النتيجة المطلوبة بل قد يعيدني إلى الوراء أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد إدريس رئيس مركز أدراسات المتوسطية والدولية ومدير ماهد تونس للسياسة عبر الأقصى الصناعية من تونس شكرا جزيلا الحديث له بقية تحديدا يتواصل على راديو بي بي سي معي أنا محمد عبد الحميد بابا